أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة بصلة السياسات وهي أصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم صلط مركز المعلومات في إصداره الجديد الضوء على منصات السياحة الموحدة التي تم إطلاقها كأحد أوجه رقمانة قطاع السياحة بجانب خطوات بناء وأطلاق منصات السياحة الموحدة بدءا من متطلبات عمليات تطوير المنصة وصولا إلى هيكل المنصة وأشار المركز إلى جهزية مصر لبناء منصة مماثلة تشمل تقنية البحث الذكي والزكاء الاجتماعي فضلا عن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا في إطار تطوير قطاع السياحة